النور دمن مساحتنا الطبية لليوم رح نتطرق لموضوع ورام الدماغ ونتعرف على أسبابه وأعراضه طرق العلاج أكيد مع الدكتور تامر تامر أخصائي الجراحة العصبية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحك دكتور يمكن يعد ورام الدماغ من أخطر الأورام خلينا شوي نعرف المشاهدين شو هو ورام الدماغ حقيقة ورام الدماغ هي تكاثر غير طبيعي لخلايا المكونة للجهاز العصبي المركزي في الرأس نحن هنا كثير من خارج نقول ورام عصبي لا هو مو ضرور يكون ورام على حساب الخلية العصبية وحساب أي خلية موجودة ضمن عظام القحف أو ضمن عظام الجمجمة يعني الخلايا العصبية الخلايا الدبقية خلايا الأغلفة المغلفة للدماغ خلايا الأوعية الدماغية خلايا الأعصاب القحفية هذول كل أي تكاثر شخص فيهم ممكن يؤدي له حدوث كتل أو تجمع من الخلايا من نحن نسميه أورام دماغ دكتور خلينا نتعرف أكثر على أنواع أورام الدماغ شو هي؟ الحقيقة نحن نصنفهم حسب الطب وحسب الشائع الشائع أنه يكون ورام سليم يكون ورام خبيس بغض النظر عن دقة هذا التعريف وفي التصنيف الطبي نحن نستنف أورام داخل المحور يعني على حساب المادة الدماغية نفسها التي هي من الخلايا العصبية وهيكل خلايا الدبقية أو من على حساب خارج المحور قد يكون نتيجة تكاثر خلايا شازة هي أورام انتقالية من غير الجسم يعني مثلا سرطان السدي ممكن يعطينا قيلة إلى الدماغ يعني خلايا نفسه المكونة لسرطان السدي تنتقل هي نفسها عن طريق الأوعية الدموية وتنزرع في الدماغ وتساوي كتلة دماغية هاي من سميها نحن أورام خارج المحور وليست من داخل الخلية العصبية أو من داخل المادة الدماغية الأورام السحائية هي أورام خارج المحور يعني خارج المادة الدماغية لأنه هي عساب الأغلفة المغلفة للجهاز العصبي المركزي فنحن هاي التصنيف الشائعة طبعا فيه تصنيف تشريحية اللي هي تصنيف أورام فوق الخيمة أورام تحت الخيمة أورام داخل السرط هاي تصنيف تشريحية معقدة علمي أكتر خلينا دكتور نتعرف شوي على أسباب الأورام الدماغية لأنه بتحس بالقاوي الأخير عم نسمع بإصابات بأورام الدماغ بشكل كتير كبير أو السرطان بشكل كبير وهو يعني بنقول ورم حساس يعني منطقة الدماغ كنا نحن نتحدث تحت الهواء قد ما كان صغير هذا الورم ممكن يأثر على الجهاز أو الجملة العصبية بشكل كامل طبعا الحقيقة هو أكتر شيء من نسئله طبعا كأخصائيين بعلاج الأورام إنه شو الأسباب أو شو ممكن نعمل لحتى نتفادة تصير معنا هاي الأورام حقيقة أسباب حقيقية معزولة معددة لم تعزل يعني حتى الآن ممكن نحن وراسيا عزلنا جين واحد على جين فيلاديل فيا 15 على الصبغي هذا الجين يمكن عزله عن بعض المصابين بأورام الدماغ كونه حامل لهذا الجين بزيد من نسبة حدوث هذا الورم يعني إذا ابنه حامل هذا الجين فهو غالبا ماشي بزداد عنده نسبة حدوث الورم وليس يعني إنه بيصير عنده الورام يعني نسبة حدوثه عند الناس العادين نحن نعري إنه نسبة حدوث سرطانات الدماغ عند البشر وثنين بالمئة من مجمل السرطانات حسب البيئة اللي نحن فيها هون بيكون عنده زيادة في هاي النسبة هو معرض أكتر لأنه يصير أكتر لأنه يصير أكتر لأنه يصير أكتر لأنه يصير عنده ورم الدماغ يكونوا حاملها المورسة من العائلة بس احتمال كبير أنه يصير معه دكتور بيقولوا أنه الأعمار بين فوق السبعين سنة من السبعين وفوق وحتى من ثمان سنواته وتحت ممكن يصيبون ورم الدماغ بشكل كتير كبير وخلينا نحكي دكتور كمان على الأعراض بيقولوا مثلا التقيو اضطرابات بالزاكرة وكثير والتشنج وكثير من الأعراض ممكن تصيب الشخص خلينا نتعرف على العمر وخلينا كمان نتعرف على الأعراض طبعا نحن فيه زروتين للحدوث عند الأطفال تحت 8 سنين هو السبب الثاني بين السرطانات بعد سرطان الدم اللنفاوي يعني أول شي بيجي تصار طون الدم بعدها بيجي كتل الدماغ أو أورام الدماغ بنسب حدوث السرطانات هلأ فوق السبعين طبعا نحن هون اللي كنا نقول أنه العامل الثاني غير الوراسي هو التعرض أول شي فوق السبعين التقدم بالسم بلعب دور كبير نين تعرض للعوامل بيئية متنوعة مثل تعرض لمواد مصرطنية التعامل مع مواد مصرطنية العيش في بيئة فيها منابع مشعة أو تعرض للأشعة بشكل متكرر هذا بيزيد من نسبة الحدوث فمنلاقي معظم الأورام تزداد نسبتها بشكل كبير بعد عمر الستين وبيزداد بشكل أكبر بعد عمر السبعين وهي الأشعة اللي هي الأورام الدبقية حقيقة الأعراض الأورام الدماغية يعني أعراض متنوعة جدا العلاقة بالجزء اللي بتصيب فيه من الدماغ يعني ممكن تتنوع من موضوع صداع بسيط عادي لا مثل ما إنه ارتفاع التوتر داخل القحف اللي بيرافقه غسايان وأقياء وتشوش رؤية لحتى ممكن نبلش بأعراض معقدة أكتر مثلا فقدان رؤية في جزء من الساحة البصرية فقدان الشم فقدان وظائف الدماغ حسب المنطقة المصابة يعني فيه مرضى بتجي بتراجع إنه ما بتقدر تكتب وهي مثلا كانت أديب أو شاعر أو كاتب وفجأة ما عاد يقدر يكتب ما عاد يقدر يقرأ فيه ناس تجي بتغيرات عاطفية يعني نحنا المراجع المريض إنه عنده أمراض نفسية بكون صلو سنتين عم يتعالج على أساس إنه هو عنده مرض نفسي بالأخير منكتشف إنه لا عنده كتلة بالفص جبي فاسر النطق كمان دكتور أكيد طبعا هي مروحة واسعة من الأعراض يعني ممكن تراجع بأعراض هرمونية يعني ممكن تراجع الفتاة إنه هي ما عنده أطراب دورة تحسة واسعة يعني شارت له نقطة كثير مهمة يا دكتور يعني الأعراض تحسة عديدة وواسعة يمكن حدا تقول لك رأسي عم يوجعني فجأة كتشفت معي ورم بالدماغ طبعا خليني حكي إذا فيه أعراض مثلا أنا بشعر فيها لازم أتوجه للطبيب بشكل فوري لأنه نحنا بتعرف المجتمعات العربية آخر بنت بفكروا فيه إنه يتوجهوا للدكتور إنه أنا بتحمل الألام بتحمل هاي وجع رأس ما بيأسر لا فيه أعراض لازم نوقف عندها لو كانت بسيطة يعني ما نمر مرور كيرام عليها طبعا هلأ هون أنا بدي نبهها لهي القصة هذا كتير سؤال مهم وضروري وحساس إنه نعمل نوعي على الكشف مبكر عن الأمراض الخبيثة بس أحيانا عب تصير الموضوع موجة خوف ورعب ووسوسة بشغلات ما فيه داعي لأله وتكاليف زائدة جدا عن الناس طيب مو أي صداع هو يعني ورم دماغ أو حتى شك بورم دماغ لا يوجد إنسان ما حسبي وجع رأس ولو لي مرة وحدة بحياته ممكن يكون قريب ممكن يكون نعس توتر إرهاق قلق أو جو فيه دخن كتير صار عنده تقبط بالأوعية صار عنده صداع شلون نحن أمت بدنا نقول إنه هذا الصداع نحن نسمي بالطب يعطيه ريد لايت يعني يعطي ضوء أحمر إنه لأ هون فيه شي خلينا ندور طبعا مريض بحياته معانا من صداع وفجأة صار عنده صداع يوم يومين ثلاثة لا يعني وع مسكنات هون فيه مشكلة لازم الراجع الدكتور يعني ليس بس نعطي بروفن 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 طيب مريض عنده صداع متعود عليه صلو 8 سنين 9 سنين فجأة صار الصداع ما بقى يستجيب ع مسكنا صار شديد جدا هون كمان تغير طبيعة نوع الصداع اللي موجود فهون لازم الراجع الطبيب وحتى نحن منقول أي صداع مزمن لازم يكون مدروس ولو بمرة واحدة يعني صداع صلو ولو كان متوسط صلو شهر شهرين ما انه كتير صعب انه نروح على طبيب نعمل أي دراسة بحتى نتأكد انه نحن اوكي كله سليم هداك الوقت نتعامل معه كصداع توتري صداع شقيقة هاللي هو اللي بيطلع نتيجته صداع صداع رافقه اعراض تاني يعني اتلك حتى المروحة بتوصل لانه اضطراب بالهرمونات يعني فتاة ما عنده دورة تمصية او اضطراب دورة تمصية مع صداع شديد لأ منفكر انه يكون في مشكلة بالنخامة خلينا نشوف شو وضع النخامة بدراسة هرمونية ودراسة شعاعية عندك صار اعراض عصبية تانية مشاكل بالرؤية مشاكل بالسمع طانين سمع يعني ما معقول يجيني مريض عنده طانين سمع صلو ثلاث سنين مع صداع ويجي لعنه لبين ما وصل لمرحلة شلل بطرف لحتى نحن نقوم بدراسة لأ هذا هنا في مشكلة وتأصيل ضروري اهمية الكشف المبكر ضروري عن الورام دكتور كتير من العلاجات في عنا علاجات جراحية وكيماوي وبالعلاج بالأشعاء خلينا نحكي امتا بيلجأ الطبيب ويخبر المريض انه لازم انه انت هلأ علاج بالأشعاء بالطيب او العلاج الجراحي او العلاج هو العلاج هون يعني معقد جدا وبنحط له خطة حسب المنطقة وحسب المريض وحسب نوع الورام المتوقعين له وقديش فيه انزار للحياة ولازم نعطيه للمريض ونفهمه بشكل واقع وهذا طبعا دائما مشكلة بالنسبة اننا ببلدنا لانه تعرفين احنا ما عنا هاد القدرة على انه صارح المريض او اهله وبدخل اعتبارات عاطفية واجتماعية في الموضوع الحقيقة هون في خطة في الموضوع دائما عنا نظرة سوداوية انه اخ طلع معه قتلة بالدماغ معناته الامور خطرة لا مو دائما هيك فيه احيانا قصة بتكون سعبة فيه دائما احيانا بتكون القصص كتير خطيرة بس هون لازم اهم شي انا نبه عليه انه نحنا ما نتوانى بالعلاج دائما نعطي المريض فرسته دائما نحطه على خطة مو انه خلص عنده هاي القصة خلينا ننسحب ونتركه لا حرام فنحنا هون العلاج بيكون مجموع من هالثلاث علاجات اللي ذكرت العلاج الجراحي هو الاهم اذا منقدر نستأصله بشكل تام انه العلاج الكيماوي الشعاعي هو بميل لانه يخليه ينام او يهجع نحنا منسميه للورام يصبطه وليس يخلص المريض منه بشكل كامل نحنا الاهم انه نقدر نستأصله بشكل تام اذا منقدر ونتبعه بعلاج شعاعي الكيماوي اذا كان بحاجة لانه فيه اورام سليمي ما انا بحاجة فهون ما فيه داعي نعمل علاج جراحي او شعاعي بعض انواع اورام النخامة اللي هي اورام الدماغ ممكن تستجيب للأدوية الهرمونية وتتصبط بوقته وهي هون بتكون ارياح واسهل بكتير للمريض بس يمكن دكتور مثل ما اشرت خلال حديثك لما نقول اورام دماغ هي اساسا منطقة الدماغ منطقة حساسة ممكن يكون الورام صغير يأثر على الجملة العصبية يأثر على بعض الحواس للانسان في بعض المناطق بيقولك الدكتور المريض شيء يعني الورام هو بمكان جدا حساس العملية ممكن تأثر على بعض الحواس فيفضل ما نعمل العملية هون شو هي المناطق فينا نقول انه هيدا الورام مثلا على الجملة العصبية قريب جدا ما فينا نعمل له عملية جراحية لانه يحكون نسبة الضرر اكبر اذا قمنا بهذه العملية هل الحقيقة لكن احنا فيه شيء بسموها انتركتبل يعني غير قابل للمس تمام المناطق يعني مثل المناطق المهاد الداخلية او جزع الدماغ او سويقات المخية نحن عم نحكي عم مناطق الدماغ العميقة انتي لتوصلي لمناطق الدماغ العميقة بديك تفتحي طريق وهذا الطريق رح يخرب بالنسيجة العصبية هلع هون بيجي الحكمة في الموضوع دائما ونحن بالطب بشكل عام بالأدوات المساعدة جديدة ما في مناطق غير قابلة للمس كلها ممكن نوصله بس قديش ممكن تفيدنا وقديش مدى المتوقع للحياة انا ما معقول مثلا مريض متوقع له اذا هو هذا تيومر خبيث عمر المتوقع ست شهر لسنة انه انا ادخل بس لفضي طالعوا مثلا او يطلع كنتيجة للجراحة عنده شلال نصفي صحيح او شلال شقي كامل هون بدي يصير مقاربة خاصة انا لافت دائما الطب فيه لازم شوف شو الفائدة من الاجراء اللي عم نعمله اذا ما فدت فما ضر فنحنا هون هي قرار صعب وقرار يعني فيه جدل حتى بيكون واضحين بين الاخصائين وبين مدارس طبية العالمية انحنا هون فيه مناطق ما فينا نقدر نعمل ندخل عليها جراحيا هون فيه طرق ملطفة نحنا نقدر نعملها اول شي من انا اخذ خزعة لنعرف شو هو هذا التيومر شو نوعه شو تصنيفه شو درجته خزعة بتكون بابرة دقيقة جدا فما بتساوي عقبيل بعد ما نحط خطة هل هو يعالى الشعاعيا فقط يسيطر عليه شعاعيا او لا رحنا لازم هون نعمل شعاعي وكيماوي مع بعض او لا بس كيماوي فقط هون قدر صعب يمكن فيه نقول قرارة الطبيب يعني لما يكون في عندك حالة خاصة انت كطبيب بخصوصا باورام الدماغ لانه مثل ما قلت فيه مدارس طبية مختلفة يعني فيه ممكن مريض يقول لك الدكتور قال لي لا بيمشي الحال فيني استأصل بتقول له لا روح لعنده هذا القرار كمان صعب على طبيب لما ياخده طبعا هذا القرار بينبع من خبرة الطبيب ومدى تقديره للحالة ومدى يعني بيقل له علاقة بالشخصية والمدرسة اللي يتعلم منها يعني فيه اطباع طبعا بيكونوا خاصة في بعض المدارس بتكون هجومية اكتر انو لا مندخل منشيل كذا نحنا من ميل اكتر انو نقدم الفايدة للمريض يعني ننظر للمريض ما بعد الجراحة بشهر شهرين شو قدمت له الجراحة وهوني فيه معيار عالمي معروف معروف حتى بسكيلز له اسم علمي انو نحنا فيه سؤال نسئل للمريض دائما هلأ انت نادم لاجراء الجراحة بغض النظر انو هو شو فهمان عن الجراحة طبعا نحنا هوني لازم نكون عم نقدم له شي للمريض بالجراحة هلنا نحكي دكتور اكيد فيه علاقة وطيدة بين السرطان والاورام سواء الحميدة ولا السرطانية والحالة النفسية عند المريض خلينا نحكي على الاثار النفسية للمريض خلال الاجراء الكيماوي او خلال الاشاعة كيف بتكون حالته النفسية وقديش بتأثر على علاجه للمريض الحقيقة لكي لقالك شهري نحنا حكينا انه ما فيه سبب واضح لحدوث اورام الدماغ هو مجموعة اسباب باستعداد جيني بالجسم الانسان وليس وراسي فيه فرق يعني الطفرة الوراسية انتي اخذ مورسات من الاهل وفيه مورسات خاصة فيك هي الطفرات الجينية اللي صارت هلأ هاي الطفرة الجينية بده شي اسمه تريجر من احد الاسباب او تريجر يعني محفز لحتى تطلع هالطفرة الجينية الشازل وتتكاسر هاي الخلايا هاي احد الاسباب المحفزة هي الحالة النفسية نحن بنقول انه التعرض لحالة نفسية سيئة لمدة طويلة ممكن تكون احد الاسباب المتهمة انه تبلش وتحفز حدوث الاورام الخبيثة طبعا اثناء العلاج نحن بنعرف انه العلاج شعاعي والكيماوي بيقدي لحدوث تصبيت المناعة هذا كله الارهاق والتعب واللي بتشوفيه من الحالة البدنية والوهن العام وبيرافقوا تصبيت مناعة اذا كانت الحالة النفسية سيئة بده تزيد هذا الوهن ويزيد التصبيت بشكل عام نحن بنحاول كمجتمع او كطباء كطبيب شو مع المريض اللي تعبان نفسيته اللي واصل لدرجة مو الخوف وانه هو تعبان نفسيته انه انصدم بقصة انه هو معه هالورام شو دورك هون دكتور بس يكون واصل المريض لحالة الاكتئاب كيف فينك تطالع من هالحالة هل هون بيلعب دور طبيب دوره بسير قليل المحيط البيئة لانه بدك تكون المحيط اللي حواليه ماشي هو اللي داعم له طبعا نحنا بشكلتنا هي بالخرافات المتوارسة اول مع مفاهيم الاعتقاد الخاطئة وفلسفة الحياة ونحن بالأخير ونحن بالمجمل شعب عاطفي ما هي البيئة اللي بتلعب دور لو كان البيئة المحيطة اذا ما كانت هي دافعة اساسي لانه يقاوم هالمرض ما رح يقدر يقاومه رحاله فدعم اول شي محفز لانه للمرضى طبعا ما في كي تتحكمي بالبيئة اللي حواليه يعني ما معقول نحن مريض عم نعالجه لعلاج مكسف وحاطين نحن كل جهدنا لندعمه بحيث نطالع نمر من هاي الأزمة ونكون نحن حواليه جو من الكآبة والبكاء والتشاؤم والسواد طبعا هون بهاي اللحظات هو الحاله بلا شعور بيبلش تنحدر النفسية تبعه وممكن تأثر كثير بانه يدخل بتصبيت نقي تصبيت ونكس بالورام نفسه اكيد بس يمكن في كثير اورام دماغية بتكون صغيرة بتنتشر فينا نقول بسرعة يعني بيقولك انه بفترة زمنية قصيرة كبر الورام قداش كمان هيدا بيأثر على إجراء العملية واتخاذ قرار بإجراء العملية لهيدا المريض الحقيقة نحن عنا أورام الدبقية الدرجة الرابعة وعنه ممكن ما بدي يدخل بهذا الجدل بس مراكن بما أنه سألتنا أورام الدبقية الدرجة الرابعة الحقيقة عمره أثناء الكشف بيكون ثلاثة أسابيع للشهرين والإنزار المتوقع لبعده هو ست شهر لسنة يعني شو من عملنا جراحة أشعة كيماوي كله العمر المتوقع سنة ونحن المريض اللي بيعيش أكتر من سنة هدا بنعتبروا حالي ومنسجلوا عنا كيس ريبورت هاي الأورام يعني هون بيكون في عنا جدل كبير بين الأطباء وبين المعالجين وبين الأشعة والحقيقة ما في مدرسة عالمية وصلت لقايدلاين أو خطوط معالجة حقيقية لسه الموضوع مطاط ولم نصل لشي عم نساعد فيه المريض هلأ هون نحن عادة نعمل خزعة إذا شخصنا هو درجة رابعة عم نترك القرار للمريض إذا حب يكمل معنا بالعلاج أو لأ بس ياخد علاج ملطف وشعاعي وكيماوي وإذا استجاب على الأشعة والكيماوي هو الحالات اللي بتستجيب على الأشعة والكيماوي هي الحالات اللي بتكمل فوق السنة أما نحن مشكلتنا أنه بهاي الحالة معظم المعام يستجيبوا على هالعلاج لحديتها اللحظة هون بيطلع أنه أهمية الكشف المبكر ومنتمنى الشفاء أكيد لكل المرضى متشكرك دكتور على كل معلومة قيمة قلتنا ياها أهلا وسهلا بكك أكيدنا تشكرك دكتور على وجودك معنا الله يبعد المرض عن كل الناس بس نوجه كمان نقطة أساسية أنه أي حدا بيحس بتعب يوهن ما تهم له حالك واني يجب التوجه للطبيب فورا مني تشكرك كتير دكتور شكرا أهلا وسهلا